حتى يعني هو التصوف هو اتجاه وسط يعني داني بقول دكتور ابو العلي عفيفي هو من اهم درس التصوف في الاجيال اللي قبلنا يعني انه يعني الثورة الروحية حتى كان ليهم مواقف يعني ما تلقى الغزالي مثلا يرسل يوسف ابن تشفين يعني انقذ المسلمي ايباريا من الاعتداءات عليهم وتلقى ابن عربي ليه موقف عنيف مثلا ضد الملك الكامل الايوبي اما ترك بعض حلاج والحلاج حاجة نموذج اكبر في الحزن وفي القراءة ووقف الاستداد بس هو التصوف يعني يهدده شيئا يعني الطرقية الزائفة اللي هو لو فيه طرقية بتستفيد من التصوف توظف التصوف لمغانميها ومغارميها بس ده موجود وده موجود وغيره موجود يعني فيه طرقية نزيهة طبع ده موجود وده موجود وكثاني حاجة جمعا انه هو بعض الاشياء كان بيوظف مذهبيا وطائفيا انه يغلى به حتى يكون مهدوية شيعية فاحنا عندنا مثلا ثلاث دول كانوا ادعوا المهدوية يعني وتحولوا لتشييع عنيه السودان فيه في السودان فيه يعني ما تبصر الحالة الصفوية هي في الاصل حركة صوفية حالة صوفية الدولة الصفوية في ايران هي في الاصل حركة صوفية طريقة صوفية لصفي الدين الاردبيعي تاجد ده حتى مع بعض الدولة الفاطمية في بداياتها يعني حدث ذلك هذا التوظيف المهدوي اللي بيبدأ يعني ينحرف بالطائفة لكن تصوف السني في مناطق كتيرة جدا استقار هو اللي كان بيملأ وجدان الناس إما بيظهر منه العلم وبيظهر منه الاتزان وبيحاول يموسط بين الغيب والحضور بين الوجود والشهود وبين الواقع والميتافيزيقة ويظهر منه خطابات معينة لا بتنجح يعني يعني وبتنتشر يعني هو اللي بيسيطر على الثقافة في الهند هو كان بيسيطر على الثقافة في تركيا هو فترة في مصر كان معروف انه اللي طبع صوفي يعني علي يوسف أول من ضع لتشكيل وتأسيس بلمان في مصر هو في النهاية انتهى زي الطريقة وشيخ طريقة وفاقية بي الوافاقية كاتل غالب النوف اللي هي كان الشيخ نسيبه ده الشيخ السجادة مش عارف ايه كبير فهو هو هو هذا هو ذاك حتى لا وإحمد عرابي كان من الناس أحمد عرابي أيضا متصوف الكبار يعني متصوف الكبار في لكن بدى وكأنه الدول والحكومات بتستغل هذه الحركات الصوفية وتقدم كأنها في كنف السلطة وكمان الصوفيين في حالة السلام دي يعني والمسلامة فيبانوا كأنه خضوع أو كأنه استخدام واستغلال سياسي من السلطة على الناحية التانية بشوف الاسلاميين خصومتهم والسلفيين خصومتهم بالشديدة اللدودة يعني وممعينة للصوفي بتشوف المشهد ده ازاي المراوحة ما بين الصوفية ما بين اتهام وعنف ضدها تكفيري وتحريضي وشوفنا كتير بقى الاعتداء على المقامات وشوفنا للأسف الحكومة المصرية خضعت في سنوات ماضية وقالغت موالد واغلقت جوامع فيها اضرحة ويعني خضعت تماما للنهج السني والضغط السلفي انما في نفس الوقت في الناحية التانية احنا اصد عنف شديد جدا من قبل الجماعات ضد الصوفية واستغلال واستخدام من قبل السياسة للصوفية ما هو ده بقى يعني حياته التصوف بعيدا عن توظيفه وتوظيفه المضاد يعني التصوف ميزاته انه يكون نموذج الجنيد والجيلاني وهؤلاء اللي هو يظل مستقلا يعني اللي حدث انه كان تم توظيف في الحركات الاسلامية بتخاف من التصوف لانه ما عندوش هو مش حركة استعادة دولة هو حركة استعادة دعوة روح روح هو مش تصفوي زي بعض والخلاف الجزري انه الدين فردي وهنا الدين جماعي يعني في الصوفية العلاقة بين الشخص وربنا التشدد عموما هو تعبوي وتصفوي وقاعد شغال على التكفير يعني ما تشوف حد زي مقبل ابن هادي الوديعي اللي كان بيعتبر النفسه او المدخلية مثلا اللي بتعتبر نفسها بتصف السلفية فكل كتابها ضد السلفين المخالفين لها او ضد الاسلاميين المخالفين لها يعني ما تلقى ابن الوديعي هذا اليمني تبداله ده هو شايف ان هو بيطهر الاسلام من ده كان عندهم ده حتى خلافاتهم مع السلفيين انفسهم التصوف مش كده التصوف مش تصفوي التصوف يجمع ولا يطرح يحتوي ولا يقتل يتسامح الازمة ان بعض الخطابات الصوفية بتبقى قل من مستوى التصوف نفسه صحيح بيبدأ هم نفسهم يبداعوا بعض بيتحول احيانا تركيز على على الغنيمة مش على المغرم ما بيطرح دايما نماذج كبيرة تستطيع الانتشار والتميز بس احنا في الحقيقة محتاجين التصوف الوسطي الذي لا يغالي في المهدوية والتصوف العاقل المتازن اللي يستطيع انه يسترد الدين من صرقة السياسة والسلطة له اللي بيعمله بعض الاسلاميين وبعض الحركات اللي بتخلي الاسلام كله يعني ما برجع للمودودي وهو بيعرف الدين انه هو الحكم بس تب التوحيد فين او ما برجع لقضبو المودودي ما بيعرفه الالوهية هي السلطة كأن الله ملك ينازع ملوك ها؟ ما يرجع بقى المتصوف الالوهية لمعنى الملكوت ومعنى العظمة ومعنى ليس كمثله شيء ومعنى الحب وهذه الامور بيحرر الدين من التوظيف له اي مما يكن لكن ما بيكون تبعي او او ضعيف او مترهل حالة وطبعا الحالات هو بيسيطر على التدائم الشعبي لكن هو في الخطاب النخبوي لا زال يحتاجه الكثير لا زال يحتاج وهل التصوف مش محتاج من النخبة السياسية التوقف عن التعالي عليه والترفع في مواجهته ووصمه بالخرافة وانه نزوعه الى يعني الانفصال عن الواقع ومحاولة فاهم بقى التصوف عن حق والاقتراب منه بصدق بدل من يعني تسليمه ضحية ولقمة سائغة للمتطرفين والغلاب هو طبعا يحتاج من الناس كلها الموقف من الدين عموما يعني ثابت انه انه فكرة ان الانوار قضت على الدين في اوروبا فكرة غير صحيحة الاديان تظل مطلبا روحيا وشعبيا وتفهمها وتفهم دورها كمصدر الاخلاق مصدر القيم سامحني مواجهة توظفها او مواجهة تحرفها كمصدر للقراهية يعني كل الاديان يعني الامام الشافعي بيقول كان فيه مية واربعة نبي ومية واربعة وعشرين الف رسول بعض فقهاءنا المسلمين والمفسرين بيقولوا زرادشت كالنبي وبعض الناس بتقول بوزة كالنبي ربنا اقصى بالتين والزيتون وما لدى بوزة من اخلاق احنا كيف نتسع اتساع رحمة للعالمين اشتركوا في القناة